بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة السادسة مد العارض للسكون واللين ونبدأ بالعارض للسكون صورته أن يأتي حرف متحرك في آخر الكلمة وقبله حرف مد ونقف على الحرف الأخير بسكون عارض ومثاله الوهاب أتانا حرف مد ساكن وهو الألف وبعده باء متحركة فالأصل أن نقول الوهاب ولكننا عندما وقفنا عندها فإننا نقف بسكون عارض فتصبح الوهاب ويسمى هذا المد المد العارض للسكون ومثله القيوم واو ساكنة وبعدها ميم متحركة ووقفنا على الميم المتحركة بسكون عارض ومثله العالمين ياء ساكنة وبعدها نون متحركة وقفنا على النون المتحركة بسكون عارض فنسمي هذه المدود بالكلمات الثلاثة مد العارض للسكون ومقدار مده كما أسلفنا القصر حركتان التوسط أربع المد أو الإشباع ست حركات وشاهده من التحفة قوله ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين فضرب معنا مثالين تعلمون عند الواو نستعين عند الياء أما بالنسبة لمد اللين فصورته هي نفس صورة المد العارض للسكون تماما ولكنه يختلف عنه بأمرين اثنين الأمر الأول أن اللين له حرفان بدل الثلاثة هما حرفا الياء والواو فقط أما عند الألف فلا يعتبر لينا والشرط الثاني أو الحالة الثانية لاختلاف اللين عن العارض أنما قبل الياء والواوي مفتوح دائما وليس بمتحرك من جنس حركتهما وسورة قريش فيها عدة أحكام من أحكام مد اللين مثل قريش خوف والحمد لله رب العالمين